موسيقى ضليتم كاملين كل نشاطاتكم النشاطات طبعا الاجتماعية التربوية يلي كلها تدخل ضمن نطاق لجنة رعوية المرأة واهتمامكم بيئة المرأة شخصيا بها الزمن خبرنا شويش وكانت أكثر المشاكل يلي كانت عم بتواجه السيدات والمرأة عموما بيئة برشياتكم يلي هيك بمختصر إليلي شو بتشمل مناطق كم تد؟ أول شي تحياتي صباح الخير الكبيرة للكل وحضرتك ولكل المشاهدين وتحية من القلب لكل لجنة رعوية المرأة مع مرشدنا أبونا جزيف طنوس بالنسبة للأيام الصعبة يلي عم نعيشها ما في شك انه دور المرأة كان كتير فعال بهيد المرحلة ودور رعوية المرأة كان منتج على الأرض وكان شو بدي خبرك يعني عم بي يسكر الصغرات من المساعدات الكبيرة يلي عم نشوفها بأبرشيتنا بالأخص يعني بالرعاية يلي اتضررت من وراء الانفجار رعاية برج حمود بالدورة يلي نحن عتعاون كامل خبريني بس شوي بالأول انتو أبرشيتكم شو بتشمل هي مناطق اه منادي عنا ست قطاعات بالأبرشية نعم عنا من حمينا المناطق الجبلية متن الأعلى لتشمل متن الجبل متن الوسط الساحل ثلاث قطاعات لبرج حمود للمناطق الدورة الدورة كل المناطق تحت أونتوليس تشمل 93 ضاعة اذا بدك 93 رعية شو كانت نشاطاتكم قبل انفجار بايدنك اللي هو المرحلية اللي بعدين رح نحكي عنه اه اوكي قبل نحنا كان متعددة النشاطات رعاويتنا نعم واهم شي كان نحنا المرحلة التوعوية اللي بتحكي عننا هلأ أمينة السندوق اكيد انا رحقول انه قداش تغنى اول شي على حالنا تقدرنا اسسنا هايدي الرعاوية وقدرنا جمعنا اجتمعنا كسيدات من كل القطاعات عنا ممثلين من كل القطاعات تكون في دمج بيننا وبين كل الابراشية لانه كتير كبير الابراشية عنا وبلشنا بالتوعية اللقاءات الكمانة السقفية بلشنا كمانة بزيارات للكهنة للقطاعات نعم اللقاءات مع كل الكهنة تيتعرفوا عن الرعاوية حيثرة عنا نحن اهداف عنا رؤية عم نشتغل عليها كمان عنا الرؤية اللي عم نشتغل عليها هي كرامة المرأة وندوع على وجه المرأة يلي هو لازم تعرف حقوق ووجبات ها واشتغلنا كمان على شق المال لأنه نحن شق المال مشبورين نكون في عنا مال تنقدر نعمل هالنشاطات اللي عم نشتغل من مساعدات من اللقاءات اللي عم نعملها كمان بدها مصروف كان يكون عنا صبحيات كمان نرجع لأمية الصندوق بتحكي عن هالموضوع يلا رح احكي ليندا بدك تخبريني بها الفترة الصعبة بزمن الكورونا بزمن الوضع الاقتصادي الصعب طبعا المرأة كان عندها مشاكل غير انه غير انه نفسيا تعباني كانوا بحاجة يمكن لأكتر من مساعدة مالية بدهم عن جد مساعدة نفسية توقفي حد تدعمي تقولي لانه انت فيك توصلي لآخر الشهر بي هالمبلغ تقدري تعيلي عائلتك اداكن دوركم صعب هون حقيقة نحنا منطلق من فكرة انه المرأة لها دور كتير مهم وفعال بالمجتمع وهي بتشكل اكتر من نص المجتمع وبتربي نص التاني فممنوع تكون هي مستقيلة من عملها هي فاعلة ولازم تكون فاعلة وتعرف انه دورة كتير مهم وانطلق من رسالة البابا لكرامة المرأة جان بولدو انه هي لازم يكون الى دور بالكنيسة بعيلتها بمجتمعها ودورة كتير مهم انطلقت رعاوية المرأة ومن هون نحن اخذنا رسالتنا وهدفنا كان انه توجيه المرأة وتعريفها على حقوقها واش بيتها مش بس على حقوقها اكيد وشفنا انه في عنا برعاويتنا كابراشيت انطلياس في حاجة لهالموضوع لان في جمعيات بتهتم بكتير اشياء المساعدات والاشياء التانية فنحن اخذنا باول ما انطلقنا اخذنا هيدا الشق لقاءات توعوية انطلقنا من كل القطاعات رحنا على حمانة على الجبل على عين الخروبة بالوسط واشتغلنا ببرج حمود ببرج حمود كان عنا سلسلة لقاءات من اربع لقاءات اشتغلنا مع البسيكياتر دكتور انتوان سعد على اربع مراحل اللي هي الطبيعة البشرية بابعيدة الاربعة اذا بدك منقلهم كمان على 5C يعني الكمميكاسيون اول C هي الكمميكاسيون افاك لكور تاني سي لكور القلب الجسد القلب السيرفو رابع C والكونسيانس الادراك والوعي يعني هولي كلهم بس نشتغل عليهم ونعرف كيف بيشتغلوا كلهم نسوى هني متل متل الكرسي تكامل التكامل كيف جرين الكرسي اربع جرين هولي اساسيات اذا كانوا متوازنين المرأة رح تعرف اول شي تعرف زيتا وتكون في تناغم مع زيتا وبالتالي تناغم مع الاخرين وهي دي كانت المرحلة الكتير مهمة يعني كان في عنا اكتر من سبعين مرأة فوق لا بالمئة وشي وعطيناهم شهداء بغض النظر عن مستويها السقافة والتسقيفة لانه كل مرأة حابة تطور وتقدم تطور بزيتا رح تكون هي حاضرة وريكانوا عم يتقدموا بطريقة كتير علمية ومبسطة صحيح فكانت كتير مهمة حاضرة شاركت بهود التوعية بعد نحكي عن مركز الأصغر خلينا نرجع لنهار الانفجار المؤسف جدا ويلي بيان انه جد في مناطق كتير الضرارات وبحاجة الى جانب المساعدات النفسية والاجتماعية والدينية والبديكية الى مساعدات على أرض الواقع حضرتكن كنتم من اللي جايين يلي كان اكتر ندور كتير فعال ايا مناطق اكتر شيء عن جد لقيتو انه وجودكن المادة الى جانب المعنى وضروري بالنتيجة هايدي صدمة لكل اللبنانية صدمة وقفتنا عن التفكير اول مرحلة نقول شو صار وشو لازم نعمل ونحنا منقول انه هايدي مش مرق علينا بالتاريخ ابدا ان شاء الله يا رب ولا بقى تمرق ان شاء الله نحنا من خلال بعض الوقت اللي مرق على انفجار بيروت تعرف تسمعي وبتشوفي وبتحسي بالنكبات اللي صارت بالمناطق ان كان ببيروت يعني حرام يعني قداش فينا قدرنا ساعدنا كمانا ببيروت وقدان نحنا اتجاهنا لأبرشيتنا كون نحن لأبرشية بالتعاون مع كهنت الرعاية يعني صار في التنسيق معهم ومع اللي جين المختصة لهيدا الموضوع نحنا سألناهم أول شي شو أكتر شي بحاجة أول شي على بيروت تحكي على بيروت بعضنا بلايات بلا شو نطبخ ونبعث جهزين تيتوزعوا للناس يلي مش قادرة تاكل وما عندها مطبخ ببيتها ومهجرة هوا دي رحتوا يعني مننا رعيت نحنا نبعتهم لتحك مننا على بيروت تحكي على نشرة بيروت أيضا ولا عملهم أكيد وتحكي لدكتور ريتا شهوين منسقة الدعوية يلي كمانا شاركنا معا بتوزيع حصص غذائية أخدتنا على شيرام يعني مخايل كمانا زرنا لبيوت المتضررة والحلو بهالموضوع أنه مش بس زرنا مش بس وزعنا زرنا وقعدنا وصلينا معن وشرحو لنا همومن وبتقولي ببعض الأحيان عن جد صار في عجايب دوقت الانفجار بتقلي أنه ما بعرف ابني كيف طبقت السيارة على راسه ما صار له شي هيدا عجيبة أكيد أنه خلصوا من تحت الأنقاض يلي صارت هيدا كانت معنا مناسئة تحية كاملة مناسئة مكتب الرعاوية دكتور ميرنا مزوقة يلي قيلا كاملة الفضل بالتشجيع والمتابعة لكل الرعاوية حلينا نشوف الصور إذا ممكن تبعا إيه هوني كنا هوني مظبوط هوني بأبراشيت بيروت كنا عم نزق مع مع الأبراشية أبراشيت بيروت رجعنا نحنا اتجهنا رجعنا اتجهنا لأبراشيتنا أبراشيتنا حكينا لدينا في كتير كمان زبطنا لأزيز الوجهات ببعض البيوت يلي مدرر قدرنا جيبنا هون عنا ببرج حمود صار في عنا تنسيق بيننا وبين الجمعيات اللي عم تعطي أيضا لأن كان في كتير موجود جمعيات في جمعيات بس ما بتعرف وإن لازم توزع مكان الصح نحنا اشتغلنا على مكان الصح بإحصائت بأسماء بحضور لأنه ما فيك يمكن كل عائلة كانت عم تاخد من عدة جمعيات عم تاخد من المطرح غيرة نحنا اشتغلنا على التوسيق والتنظيم لأنه مع كهنة الرعاية كنتوا تعرفوا تقريبا كل بيت ببيته هيدا شو احتياجاته مئة بالمئة من بعد ما وزعنا مواد غزائية ووزعنا 33 مليون و400 ألف اجي تهيبة من برا بس نحنا ما قبلنا نوزعها بإيدينا لابية و67 عائلة إلا للشخص يلي هو اللي عم يتبرى يجي هو يعطي بكل محبة بقلب كنيسة تيكون في هالعطاء الحلو أنه أنت خي وأنا أختك أنا مش أحسن منك إذا عم تدلك إيدي نحنا عم نعيش وسيئة البابا الأخوة الإنسانية على الأرض إذا ما عيشنا هالوسيئة نحنا منا مسيحية ولا نحنا إنسان بغض النظر نظر عن الدين نحنا بنكون إنسان أولا من هذا المنطلق إحنا نطلقنا إنه نسق والثقة عامل أساس السقة لو ما عندهم ثقة برعوية المرأة أو بالأشخاص المسؤولين بالرعوية ما بيجي الدونرز يقولك إنه أنا بدي أقولك أعطيكي هوتا تعطيهم أو شوفيلي وين في حاجة يعني عن جد بدنا نشكركم لأنه أنتوا كنتوا مصدر ثقة لشخص يقدر يعطي كتير ناس بيشكوا إنه مرأة كتير جمعيات ومعنا شفناي هون ما رأوا وعملوا استاتيستيك وقلوا لنا بدون يعطيهم أبدا ما عدنا شفنا حدا بس أنتوا على الأرض في شفافية في نظافة في شفافية في وضوح بقلب هالعطائي اللي عم بيسير بس نحنا كرعوية من جيبتنا إذا بدك الخاصة ونحنا من رعويتنا من الأشخاص المشكورين يلي تبرعوا وساعدونا بالدترجان نحنا شفنا هلينا نشوف بالصور إيه دترجان يفرجونا إياهون لأنه حسينا أنه بحاجة كتير لدترجان لتنظيف الزيت وتنظيف المنزلي لأنه هذي كمينا غاليين ما بيقدروا يشتروهم كله أكل أكل عم بيوزع بس ما حدا عم يفكر بهذه النقطة قدرنا جبنا لـ 150 عائلة دترجانات برعنا من جيبتنا ومن أصحابنا وصحبتنا وأشخاص كريمين تبرعوا بالمسار تنقدر نشتريهم مظبوط يمكن هيدا أكتر شي التواصل يلي صار الشق المالي ليندا بما أنه حضرتك أمينت الصندوق كيف قدرتوا جمعتوا عن جد يعني غير الدونيشن أنتوا معروفين عنكن أنه من اللي جان اللي بتعملوا نشاطات أنه تقدروا تجمعوا بصندوقكن السنة هل كان قادرين تعملوا هيك نشاطات بظل على الكورونا والإغلاق والثام أم أنتوا من قبل أم كيف يزبطوا أمركم نحن من أول من طلقنا لأنه كان عنا رؤية شو بدنا نعمل وكيف بدنا نعمل حتى للمحاضرات التوعوية بحيجة لمصروف يعني ما بدنا نطلب من حدا ولا بدنا نمد إيدنا من حدا فقررنا أنه نحن نعمل نغذي صندوقنا بحالنا كنا نعمل صبحيات حتى يكون فيها تسئفية يعني مش بس ترفيهية أكيد يكون فيها تم ناخد تم معيان وننطلق فيه على كل السنة ونعمل صبحي اللي هي جمع لنا مبلغ يساعدنا بكل نشاطاتنا بعدين آخر صبحي عملناها كم معنا نائب بولا يعقوبيان هيدا عملناها آخر شي ومن المبلغ اللي فيه بعدين إجت الثورة ما عدنا قدرنا نشتغل لا إجت هلأ قصة كورونا والانفجار فهي المبلغ اللي كنا مجمعينه مع عطاءات الأشخاص اللي منشكرون كتير إنه عنده حطوا سيئتهم فينا ودعمونا قدرنا نعمل مبلغ ونقدر نوزع هالمية وخمسين بيترجان اللي عملناهم بوزعناهم بثلاث رعاية وهل بتحسوا إنه بدكن بعد ضلوا مكملين مع هلأ أشخاص بيطلبوا منكم صاروا يعرفوا طبعا هلأ وين يتصلوا وين يتواصلوا فيكن معاكن هلأ من خلال كهنة رعية هلأ نحنا منعرف عم نعرف الحاجات طبعا هلأ فين الله راد من الله راد قريبا جدا رح نقدر نسكر لخمسة وستين ولد قصة المدرسة خمسة وستين ولد قصة مدرسة بمدرسة خاصة وفي نصف مجانية بمنطقة برج حمود إن شاء الله يعني بقول لي تكون مشيئة الرب لأنه نحنا عطول رسالة يسوع المسيح نحنا حاملينا واتكالنا على روح القدوس بمسيرة مريم العذرة نشيل متل ما هي بده وبتعاليمة ربنا عم ي متل ما عم يقول لي فيه أشخاص كثير بدهم ناس يسعقوا فيهم هلأ مثلا من جمعتين عشر تيام تقريبا بدي قل لي شخص بقل لي سفير هو بقل لي إنه نحنا رح نتبرع بأزاز وألمينيوم لكل البيوت المددررة ببلاش قال لي مدام راغدة إذا فيما جار تشوفينا مظبوط وان في ناس فقرة معطرين مش قادرين على الحمل هيدا وحطين نيلون عشبي بيكوا لبواب قدرنا أمنا هلأ بيعجم ميزة على المدور لما أنا بخايل في كذا بيت عم يكون عم يعلق عم يتابعون بس شو بنعمل نحنا بنجيب رقم الشخص منبعث الصور تذكرته وضعه الاجتماعي وبروحه بيزيره هك ليسا يعني هني بيزيره للشخص يعني شخصيا مننا المتبرع لو أبدا بعينه الأرض الوسيط عم ندله عم ندله عالطريق الصح مش أنه واحد كتير معه مصاري وفيه زبت لئزيره عم يبعثوا لعنده لأ أنا عم يكون شفافين هلأ كمنا في عنا بروجيلا بعدها بحكي كأنه آخر شي ممكن يلا هلأ هلأ نحن صراحة برعاوية المرأة عم نفكر بمشروع مستدام مشروع مستدام لرعاوية المرأة ضمن الأبراشية مشروع بيقدر يساعد الآخر يساعد اليوم هيدا الشخص أكيدا بس بكرة شو ها هيك هيدا العم اللي كي هيدا نحن عم نفكر فيه نعمل إنتاج لأن الموضوع عم طوّن شكله عنا إنه عبل ما نلاقي بدل ما تعطيه سمكة تعطيه السنارة يتصيّط بالسمكة برافو يعني هل بهالفكرة يعني عم ن بعد ما بعد ما اشتغلنا عليها بالرعاوية بس كلنا عم نفكر هيدا مشروع كل الرعاية يشتغلوا عليهم ومنتج ومنتج وبيطلع مصاري يعني بسكر الناس المحتاجة نعم وبيكون هنا عم يشتغلوا عم يطلعوا مصاري كمانا نعم يعني عم نتعبوا يعني عم نفكر فيه وبفتكر صار جهز تقريبا خليني أحكي كمان قبل ما يخلصت وقت مبروك عودشي الديبلوم من الأصغاء والوساطة قدرتوا تساعدوا من خلال الوساطة والأصغاء عن جد عيال حسوا إنه بيها الفترة الضغط كتير كبير عليهم وكانوا على وشك إنه يتفككوا صراحة عم نشتغل نحن يعني بلشنا فيه بمركز أصغاء من فترة بأبرشيتنا بأنتلياس إنما هلأ قررنا لأنه الأوضاع صارت وكورونا والأحداث كلها إنه نحن ننزل على الأرض فنحن هلأ عممنا على الرعاية عنا بأبرشيتنا إنه نحن مستعدين كلكا نحن ننزل لعنده ونحن فيه مع سبتات اتنين معي عم نشوف فيه رقم تليفاني يمكن كمين أورا بتتصلوا في الكون فيه ستات اتنين معنا بالرعاوية كمين مشاكلين جروب كل واحدة بحسب اختصاصها مننزل عند الشخص حسب الأبونا بقلنا مين في عنده حاجة ومننزل منعمل إصغاء ومنعمل مرافقة منعمل منجرب قدمة فينا نساعدهم لأنه نؤمن إحنا إنه الدعم كتير مهم حتى أيام بالإصغاء يعني مرة كأنا وراغضة كنا عم نستمع علي قلت لنا بتعرفوا أنا هلأ صرت إذا بدكم بساعدكم يعني قدمة رتاحت بس مجرد خبرتنا خبرية هو يمكن ما بده إنه رتاحت إحنا سععدنا قبل واحدة وثلاثين حالة قبل ما يكون فيها الكورونا بتخبر كليم دا يعني واحدة وثلاثين سيدي اجوا لعنا واشتغلنا معهم واسمعنا لهم ودللناهم على الطريق الصح نحنا اسمها توجيه نحنا عملنا لينك تلتعشر جمعية اجتمعنا فيهم تلتعشر جمعية توعنا بالمشاكل النفسية للنساء أو توعنا بالمشاكل الإنسانية نوجههم على هالمركز أما هالمركز شو بنقدر نساعدهم أوقات عم بيكون تضطر ليندى خبريهم وقتا كمينا زيارة مع الأبونا لناس معينين اي اي ادرناهم ببيتهم يعني مثلا تجي المرأة بتحكينا الرجل لأنه عادة إذا الكوب نحنا بنا نطلب من الشخصين يجوا ما قبل يجي رحت أنا والأبونا والمرشد تبعنا يعني رحنا نحنا عملنا له زيارة بالبيت وجربنا قدمة فينا نشغل على الموضوع فبدا متابعة بس إنه كتير مهم واحد يوقف حد الشخص لو مجرد أصغاء بتحسي إنه ريحتي فكيف إذا هلأ مع كل هال ظروف الاقتصادية الصعبة يمكن ناس خسرت أشغالها في قلق كتير كتير كبير فالحاجة كتير كبيرة على الأرض يعني عن جد بقول إنه ربنا عم بيبارك أعملكم كلها إن شاء الله كل هالنشاط يعني ينسحب على كامل اللجان الرعوية بكافة المناطق اللبنانية يلي بعتقد بكل المناطق في نفس الحجاة للأشخاص كلها يعطيكم ألف عافية شكرا لكم الله يخذك يا رب أنا بقول كمانا شكر لكل الجمعيات اللي عم تشتغل بتصب هالإطار نحنا منكمل بعضنا بالمجتمع إن كان من كاريتاس أو جمعيات خيرية اللي عم تشتغل مشكورين ويعطي العافية للكل نحنا منكمل بعضنا ونحنا بأبراشيتنا منفتخر فيها ومنقول ومنصلي يجي كمانا سيدنا المطران الجديد يبارك هيد الأعمال ويبارك هالنشاطية نشكر الله على النعمة مبروك شكرا لكم الله خياتي منسقة لجنة رعوية المرأة بأبراشيت أنتليس والين للهايبة أمينة الصندوق شكرا لكم مشاهدينا أبريكم نكامل معكم موسيقى